لم يرد إقرار كهذا على المنابر الإعلامية الإيرانية الرسمية من قبل قتيل وإصابات في احتجاجات محافظة لورستان غربي البلاد في أول اعتراف بتمدد الاحتجاجات خارج إقليم الأحواز بحسب رواية الإيرانية استهدف الضحايا بنيران مجهولين خلال أعمال شغب مرتبطة باحتجاجات الأحواز كما تحدثت المنظمة الدولية عن اعتقال السلطات الإيرانية عشرات المحتجين في مناطق متفرقة بتصريحات بدت في سياق التهدئة دخل المرشد علي خامنئي مجددا على خط احتجاجات العطش واعتبر أنه لا يمكن إلقاء اللوم على المحتجين لاستيائهم من الأزمة وتعهد بأن تعمل كل الهيئات المعنية من أجل الحل وبلغة التهدئة ذاتها شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن الظروف القائمة حق طبيعي لسكان الأحواز كما اعتبر روحاني أنه من الصعب جدا تحمل العطش واستدرجات حرارة تتجاوز خمسين درجة لكن تصريحات روحاني لم تهدئ من غضب المحتجين في الأحواز والورستان ومناطق أخرى فاستمروا في الاندفاع بمطالبهم نحو الشارع ترجمة نانسي قنقر